في إطار سعيها للتواصل مع المواطنين ولمعرفة احتياجاتهم أقامت القيادية في تحالف عزم نور الجحيشي لقاء ميدانيا مع الشيوخي ووجهاء ومثقفي وشباب قبيلة جحيش ومدينة الدورة جنوبية العاصمة بغداد وذلك بحضور القياد في التحالف محمد كربولي الجحيشي اعتبرت أن حضور الجماهير بهذا الكم الكبير ما هو إلا دليل على رغبة الشعب بالتغيير واختيار الكفاءات من خلال الانتخابات المقبلة مشيرة إلى أن تحالف عزم لديه رؤية استراتيجية لما بعد الانتخابات تتناسب مع الواقع العراقي وتلبي طموحات الشعب الذي ما يزال يعاني من أخطاء السياسيين هذا الجمع المبارك من أهالي منطقة الدورة والسيدية هو إصرار العراقيين على تغيير الواقع العراقي باستبدال وجوه وكفاءات علمية جديدة وحثهم على المشاركة في الانتخابات ونشكر هذا الإصرار العراقي على التغيير من واقعنا الألم ونتأمل خير بالانتخابات القادمة كتحالف عزم رؤيتنا للمرحلة القادمة رؤية استراتيجية ورؤية حقيقية للواقع العراقي وخير دليل اليوم اختيار كفاءات علمية ووجوه جديدة ودعمها وطاقات شبابية فبالتالي إن شاء الله انعكاسات السياسة القادمة للواقع العراقي والمواطن العراقي يكون الأفضل اشتركوا في القناة